الحاجة التانية ممكن انتحده الكرة طلع قرار بتأجيل كاس مصري الموسم الماضي بعض الاندية يطلق انا بش هطلق بش هلعب للكاس الحالي الا بنعب الكاس القديم هي عافية وبعدين تيجي ترجع وتقولوا اللعيبة مجهدة بتلعب كل ثلاثة ايام انت عندك وقت انت عندك افريقيا افريقيا اندية سواء الاهلي او الزمالك او بيرامد او المصري وبعد كده عندك تصفات كاس العالم مع السنغال مباريتيين وبعد كده ترجع تشيرك تاني بافريقيا طب هجيب لك وقت منين وبعدين ترجع وتشتكوا تقولوا اصل ما ينفعش بطولة تتلغي طب هلحط لك امتى المفروض اتحاد الكرة كلمته وانا عايز من هنا بقول من خلال الكلام ده اتحاد الكرة ده اتحاد جديد مش عايز اي نادي من اندية مصر ايا كان اهلي زمالك اسماعيلي كل الاندية مش عاوز نادي يبقى اقوى من الاتحاد انتوا خدتوا القرار وعلنتوه لا راجع فيه لا راجع فيه ممكن انا شايف الفترة اللي فاتت ديت بعض الناس طالت تقولك انا مش نلعب الكاس الجديد ده الا ما نلعب الكاس القديم ترجع تقولي اللعيبة من متعورها احنا معناش فلوس احنا مش عارف ايه هنا خلاص اتحاد الكرة هو المسؤول هو المنظم المسابقات وهو المسؤول وعارف ما عندوش وقت وبعدين لو لعبك كل يومين ما تشقولك اصل ايه ده يجهد وفيه ظلم طب انتوا عاوزين ايه نقفل الشباك ولا نفتح الشباك مش كل واحد يخليه في اختصاصه كل نادي يخليه في نديه يعرف ازاي يوفر لعبته زاي يهيأ المناخ الكواسط اللي عيبة بتاعته ازاي يرجع تاني الجمهور حاجات كتيرة جدا فالتحاد الكرة خد القرار وانا بقول لكم لا رجع فيه ولو اتحاد الكرة رجع فيه يبقى يمشوا يبقى ناس ضعيفة انتوا خدت قرار ايه اساس يعني عاوز اعرف خدتوا قرار ايه اساس قرارك افضل عليه حتى لو خطأ خذي قرار بتاعك وانا عارف ان القرار بيش خطأ قرار صح وانا ادي كانت نقطة برضو اللي انا قد لازم اتكلم فيها الحاجة التانية حضور الجمهير الامن المصري اللي احنا بنمس قلتة شهودة هون بسم الله ما شاء الله يعني مفيش احلى من كده امن وامان وربنا يدمها علينا في مصر وام الدنيا وقرروا في مباراة مصر والسنغال الاولى يتلاقي في مصر هيبقى ستين الف متفرج ودي حاجة كويسة قوي وحاجة يعني تفرح وده يقول العالم كله ان بلدنا رجعت ورجعت اخوة من الاول وكل حاجة ماشي احسن من اي دولة في الدنيا خاصة ان الدول الجوار اللي حوالين لكن انا بطلب من الامن وبش فرض نحنا ده رجاء ان النادي الاهلي ونادي الزمالك والمصري وابيرامت في مبارات افريقيا محتاجين الجماهير انا بدخلوهم عشر تلاف او خمس تلاف ما يعملوش حاجة احنا شفنا في مبارات الوداد والزمالك اللي اتلاعبت في المغرب شفنا ده الجمهور انا بيقول الجمهور ده مش مجرد جمهور لا ده الجمهور ده بيعتبر اللاعب رقم واحد فاتمنى من الامن وانا بقول لكم ده مش فرض ولا بعدل على حد عشان ما حانش قولك انت بتعدل على الامن وانت وانت لا انا بقول لو ممكن نزود الجماهير شوية لان الاهلي والزمالك وابيرامت ويه المصري محتاجين جماهير خاصة مش هقولك بقى اهلي لا الاربع عندية اللي بيلعبوا افريقيا محتاجين جمهور الجمهور بيعمل وبعدين احنا بنشكر تذكرتي اللي هي اي من موجود غير عادي والناس اللي هو الجمهور اللي بيطلع عن الروح الرياضية معروف عندك اسمه والبطاقة بتاعته وكل حاجة فدي بش هتبقى صعب على تذكرتي فعشان كده اتمنى ان الفترة اللي جاية لازم بقى فيه حضور جماهيري وحضور جماهيري مكسف لان فعلا احنا محتاجين جمهور مصر محتاجة جمهور سواء للمنتخب او الاندية اللي بتنافس في افريقيا واتمنى ان يكون فيه رد فعلي سريع للاهلي والزمالك انتم شفتم طبعا لليه بقولوك كده شفتم جماهير الوداد في المرات الزمالك اولا الملعب وهو مليان المنظر عام يفرح وشفتم قد ايه الجبور بيعمل ايه واحنا جربنا مباراة الاهلي مع سان داوز وشبنا حوالي عشر تلاف واحد موجودين هزوا الدنيا قد ايه ده بقى اتطوروا لو انت بقى الاستاذ ده كل ومليان والناس طلع بعد كده رغم ان الاهلي طلع خسران الناس ما كسرتش ما زعلتش ما أملتش اي حاجة نصطلع في هدوء خلاص عارفوا اذا كانت فيه عامة اللي عليها خلاص ولسه فيه مباراة تانية بعد كده فعشان كده يعني لو الجمهور حضر في الاستاذ بش اقولك بقى يملى كل الاستاذ ما يعشين لو ما يعش يعني يبقى خير وبركة انما انا بقول يبقى فيه جماهير تدي صوت لان معظم اللعيبة اللي بتلعب حاليا تلت ترباحه ما لايبش قدام جمهور ولما يلعب قدام في السنغال او في اي حتة برة تاني زي ما شوفنا في المغرب وبيلعب قدام اه تمانين وتسعين الف لا يبتخض اه يتخض ولا بدي احزاوه عشان ما لعبش بجماهير احنا لعبنا خلال ملعب مع جمهور مية وعشرين ومية وثلاثين الف بيوصل احيان في الصدق قاهرة فعشان كده اتمنى ان شاء الرحمن ان الجماهير تحضر تاني وزي ما بقول تذكرتي عاملة شغل جامد قوي والامن عامل شغل جامد قوي وانا شايف من المنظر العام ان الجماهير كلها ملتزمة وما بيش حد بيطلع عن الروح الرياضية واللي بيطلع الروح الرياضية يتمنع من دخول الاستاذ بعد كده حتى نديله ست شر سنة نهائي ما فيش مشكلة فاتمنى ان شاء الرحمن ان نلاقي جماهير والجماهير دي هي العصب لكرة القدم المصرية